خمسة أيام أمضاها جون كيري في المنطقة دون أن ينجح في تحقيق اختراق أو تقدم ملموس بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإعلان إطار عام للمفاوضات ما يفهم من خلال تسريبات مصادر في الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هو أن جهود كيري لتضييق الهوة بين المواقف ترتطم بلاءات ومعارضة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية إسرائيل ترفض احتمال عودة لاجئين فلسطينيين إلى حدودها والفلسطينيون يعارضون الاعتراف بيهودية إسرائيل هذا إلى جانب الخلافات على الحدود والقدس وقضية الأمن وهذه المشاكل تتعلق بالحدود وبالأمن وبشكل خاص بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي ومرابطة قوات إسرائيلية على امتدات نهر الأردن كيري سيعود إلى المنطقة في غضون الأيام القليلة المقبلة لتجديد محاولات التوصل إلى الإطار قبل نهاية الشهر الجاري فتمديد المفاوضات لعام آخر لن يكون إلا إذا تم التوصل لذلك الإطار وعلى هذا الأساس بدل الرجل جهدا في هذه الجولة لإقناع العربي ممثلين بالأردن جار الفلسطينيين والإسرائيليين والسعودية عرابة المبادرة العربية هناك غطاء عربي إقليمي لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية فأنت تجاوزت المنطقة الرمادية إلى منطقة حساسة جدا يمكن أن يسقط فيها الفلسطيني بأجندة تفرد عليه ولا يمانع فيها الإسرائيلي في هذه المرحلة وفي ظل الضبابية والتكتم على ما يدور في غرف المفاوضات المغلقة يظهر أن الإدارة الأمريكية تبدل جهودا في كل الاتجاهات لمحاولة التوصل إلى صيغة للحل غادر جون كيري المنطقة وسط وقعات بنجاح جزئي لمهمته في الأيام المقبلة لكن احتمال توصل إلى إطار لتفاهمات لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي شيرين يونس كينيوز القدس شكرا